خلال كلمته في أشغال المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل متوسط المنعقد ببرشلونة يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من نوفمبر الجاري والمخصص لبحث الوضع في الشرق الأوسط أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج نبيل عمار أن تمكين الشعب الفلسطيني من حقوق المشروعة التي لا تسقط بالتقادم يمثل شرطاً أساسياً لتعزيز قدرة الاتحاد من أجل المتوسط على تحقيق يهتافه مضيفاً أنه لم يعد من الممكن أن يتغاضى العالم عن أصل الصراع وجوهره الذي يظل قضية احتلال وشدد وزير الشؤون الخارجية على أنه من الضروري التحلي بالشجاعة والجرأة وهو ما دأبت عليه تونس في كافة مواقفها من القضية العادلة للشعب الفلسطيني اشتركوا في القناة